السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين كنرحب بكم يا أغلى متتابعين انتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير فيديو جديد كمال عادة اليوم جيت نشارك معكم طورة بحجم عائلي حضروها الأعياد لميلاد تحت المناسبات والحفلات ديالكم سوف نحضروها مع بعض بدون شي نوص بكيكة اللي هي لديدة بزاف ومتميزة وقتصادية في نفس الوقت وقلصاش بالحامض لكي يجي مونيش ورائع أنا متأكدأ أخواتي إلا جربتوها بهالتاليقة سوف تنال إعجابكم فكنت من حبيباتي أنكم تشاهدوا الفيديو حتى الأخير أكيد في جميع النصائح وشجعوني أيضا بلايكاتكم تاليقاتكم المحفزة اللي كان فرح بها لما قدرت تخلي تعليق تخلي ولو غير إيموجي باش هكا الفيديو يصل الباقي المشتركين نخلكم على بركة الله مع مراحل الفيديو وفرجة ممتعة إذن أخواتي بالنسبة للمكونات كانحتاج دقيق الحلويات الكيمية غادي نوضحها لكم في الفيديو مع جوج أكياس ديال خاميرات الحلويات المشموع 16 قرام عندي كيس فانيلا للتنسيم نحتاج كاس عامر ديال سكر حوبيبات وكاس إلا ربع ديال الزيت النباتية ملقة صغيرة ديال الخل والمكوية الأساسي ديال الوصفة والجزار كنحتاج منه 200 جرام ديال الجزار اللي يكون هكما بشور وعندي ربع ديال البيضات وكنحتاج هنا يلجوز أي القرقاء الكيمية كتبقى حسب الرغبة ديال كوب رشة ملح معلقة صغيرة ديال القلفة ومعلقة صغيرة ديال سكنجبيل أي سنجبيل إذا على بركة الله كنوضع البيض في الإناء فاشغال خدمه الكيك ديالله نضيف كأس ممتلئ من السكر ما يعادل 170 جرام نضيف فانيلا للتنسيم كيس واحد فقط ودائما قبيصة ديال الملح ونضيف هذه المكونات مع بعض جيدا حتى يضعف الحجم حتى يضعف الحجم ديال البيض ونحصله على لون أبيض بهذا الشكل سوف نضيف الزيت تدريجيا عندي كاس مع مرش ديال الزيت أنا كنضيف الزيت وكنتضرب خاص نحصله على قوام كريمي بهذا الشكل هذا هذا صر نجاح النوع ديال كيك سوف نضيف الزيت الآن في هذه المرحلة سوف نضيف الجزر الكيمية التي عندي هي 200 جرام ما يعادل جوشكيسان عمرين ديال العنبه ونكونو حكينو في الحكاكة رقيقة سوف نحللك بهذا الطريقة حتى ينسجب مع الخالد ونضيف الآن الملسومات اللي عندي اللي هما معلقة صغيرة ديال القرفة ومعلقة صغيرة ديال سكنجبيل ونبدأك نضيف الدقيق نضيف الدفع الأولى من الدقيق مع جوج أكياس خامرات الحلويات يستحسن تغربلوها باش هكاك تفدوا تكاتلات في الخالد سوف نبدأك نخلط بسباتيل بها الشاكل اللي تلاحظوا معايا من الفوق اللي تحت يعني كنا نبدأ ننخلو في الدقيق بها التاريقة هذي بالنسبة لكيميا ديال الدقيق اللي هزلي هاد الخاليط بالضبط هي 250 جرام ديال الدقيق وكذلك القوام ديال الخاليط ما غادش يكون قوام ليه وسائل غادش يكون قوام ليه وسائل غادش نحصلو على قوام ليه يكون تقيل شوية حتى يتصد وانا ما غاد يكون تقيل بحال هكا نضيف كذلك الجوز اي القرقع بالنسبة للقرقع والقرفة والجزار كيتوتو مع بعضياتهم بزاف اخواتي بعدما بزيج المكويلات جيدة هذا هو القوام ديال الخاليط اخواتي اخواتي القوام ديال الخاليط 26 سنتم على 26 سنتم فرشت فيه ورق طهي حيث غالبا هاد ليمون يسقو بالتحدي لانا نفرغ فيه الخاليط كله الان مباشرة ندخل خاليط الفون ليكون سخون شوية من قبل وكان طيبه طيب الكيك العادي وكان بقى مراقبينه حتى كي طيب ما تغفلوش عليه اخواتي باش ما يتحلقش لكم ويضيع المجهود صافي الكيك هو هذا بعدما طب ما شاء الله كي جلون دياله رائع جدا صافي كيتحمر بهذا الشكل كتخرجه الان غادي نخلي حتى كي برد على خطره ندزل حضر وصيره اللي غادي نسقو به هاد ليكيك كنحتاج كأس ممتلئ ديال الماء مع ثلاثة او جوج معلق ديال المربع ديال مش ماش احسن ونزيد واحدة رونش ديال الحامض ونحرك جيدا ونضي هاد الاناء على النار حتى يغلاء هاد الخاليط مزيان صافي كنخلي حتى كي برد نسقو به طبقات ديال الكيك الان غادي ندزل ديمو للكيك كنحييد هاد الاطار بهذا الشكل ثم نحييد الاطار التحتاني ونزول الورق بهذا الشكل الان مباشرة غادي ندزل قصب الكيك على جوج ديال التباقات قصب بهذا الشكل طويل يمكن للكيك قصبه به الكيك لا تحتاج الخيط لديه السكل طويل وبعد ما قصبت الكيك حصل على جوج تباقات صراحة هذا الكيك يجيب الاروح بيكون غير جربوه كي يخفيف اسفل جيه الان غادي ندزل نسقي طبقة الاولى ديال الكيك بهذا السيرو اللي حضرت معكم ديال لبوربة هذا السيرو كيته بزاف حسب الحليب وحده بعد ما سقيته بزيال وضع الايطار لكي يضبط هذه التباقات بزيال وبدأ اخواتك الوزع الكريمة فوق طبقات الكيك باللسبة اخواتي الكريمة راني بشركتها حيث كانت بتوفرها يعني طبقات الكريمة من هذه الكريمة السائلة اللي اخدث بها لطرنش هي هذه التي استعملت هذه التباقات هي التي تستعملها لطبقات الكريمة وهو ما سيكفيه هذه التباقات التالية كما تشاهدون غير ما تصور على المقطع ثم نسقيها بلف طريقة وبدأ بباشرة نزع الكريمة بزيال ونحاولها بزيال ونسرحها بذيال بهذا الشكل حتى يتوسط ثم ندخلها لطبقات الكريمة ونحاولها تباقات الكريمة ونحاولها باقي المراحل ونعطي الأخواتي على السطرة المريدة مشكلتها لكم الله يشافيني ويشافيني جميع المسلمين سوف ندخل هذه الإطالة لطبقات الكريمة ونحضر معكم القلصة الحابض هنا 4 كاس العصير مع كاس عبر الماء كما ترون ونضيف نصف كاس سكر حبيبات ونزيد معلقة كبيرة عبر كريمة باقيس حتى نضيف حفظ ونحرك جيدا ونضع الخليط على النار بعد حريك المستمر حتى يغلق الخليط بزيار ونجعله جانبا حتى يبرد الماء سوف نضيف الماء سوف نضيف ونضيف الماء سوف نحاول أن نضيف الماء بجوانب سوف نضيف الإطار سهول هذه ونضيف ونضيف الاخط كوكو كوكو ونضيف كفر كوكو 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 كصية التي يتعطي لها أخوة الآن نضيف كوكو كوكو كيف كفر قليل من الكهة الفارولة اضربتها بزيال حتى صبحت بهذه اللون والبداع هي الوريضات العادية المكينة بسهلة سهلة بعدها اخذ القلصات اللي خليته برد سوف نوزعه من الوسط نجد كشفية إذا كانت شيئا مدوز سوف يكون بهذه الطريقة هنا خليت قليل من الكهة الفارولة اضربتها بقليل كاكا والبور حتى نحصل على اللون الاسود و بالنسبة لأخواتي احاولوا ان تفعلوا لا تفعلوا حتى يبرد فقط الكهة حتى يجبن لكم لا تفعلوا و بداية خطوط خطوط جاية بحال طريقة حتى نزيلوا البيل في العادية وتزيل كي يبقى اختياري يمكنكم تدروا هذه المرحلة يمكن تستغنوا عليها يعني زيلوا من اللي يعجبكم اخواتي انا فقط كنا نريد شارك معكم هكا افكار كي تزيلوا الطرطات حتى نزيلوا حتى نزيلوا بسدود الله يشافي يا ربي هذا هو التزيل اللي شاركت معكم وكي يجي هذا هو الشكل الهائي والمبيز اللي شاركت معكم اليوم صراحة بالالد وارواح الطرطات اللي ممكن تجربة العائلتك ووليدتك وفرحي بها ووليدتك وبولادارك فعلا تستحق التجربة كذلك تحكم بشدة تجربة اخواتي حتى فعلا تستحق التجربة واتخلوهاش عدكم بارتجيوا الفيديو مع اللي عزيز عدكم وصلوا لأخواتي اللي هاية الفيديو اتلقوا فصفا القادمة بإذن الله كانت معكم حبيبة لا السلامة موسيقى 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 موسيقى